علاقة جيلكوا بكابتن جوهري كانت قوية جداً لو سألناك باقولناك مين من المدربين الوطنيين اللي ممكن يجي يعني يكملوا مسيرة كابتن حسن شحاتة والجوهري فوجة نظري في ناس كتير في كذا حد خلي بالك من مدرساتهم مثلاً كابتن حسن حسن من الناس اللي قلت عليها واشارت بيها كان علي مهر عماد النحاس ميدو في ناس كتير قوي هما محتاجين بس يكتسبوا خبرة عشان يوصلوا الليفل ان هما يمسكوا منتخب مصر ان دي مسؤولية كبيرة جداً فلازم يبقى احتكوا ودربوا اندية كتير وبقى لهم شوية تحت ضغط وسترس ان انت تبقى مدير فني لفرقة وملزم ان انت تكسب وملزم ان انت تختار لعيبة وتطلع لعيبة وتطلع ناشئين وتعمل فرقة قوية وتعلم اللعيبة منهج ويبقى عندك فلكسبيليتي ان انت تغير من اسلوب لعبك لو بتلعب مع فرقة قفلتلك كل المفاتيح بتاعتك ازاي التطور ده وازاي التغير ده وازاي يبقى عندك ثقة وحب من اللعيبة ودي يمكن ميزة الكابتن جوهري وميزة كابتن حسن شحاتة ان اللعيبة كانت بتحبهم لدرجة ان هو اللعيب بينزل ممكن يموت نفسه عشان خطر الكابتن جوهري بس عشان ايه يرضيء اولاي في عديرك ايه يدى هتقولك الكلام ده ونفس الفكترا الجيل بتاع كابتن حسن شحاتة اللعيبة كانت بتلعب علشانه هو عشان هو كان اب بالنسبة لهم قبل ما يكونوا مدربهم ايه طيب بمينك ليك موقف كتير قوي يعني فيها شقاوة والشغب في المعسكرات ايه اتا بقى كابتن جوهري مرة زعل منك بجد لا في موقف كتير قوي مع كابتن جوهري لا زعل منك كتير مش زعل مني بص احنا كنا صغيرين وكتنا وميدو وابراهيم سعيد بالذات كنا صغيرين طلقنا مع الجيل بتاع 98 ده اللي هو الجيل حسام حسن وابراهيم حسن وهني رمزي واحمد حسن وحازم امام فطلقنا مع الجيل ده كنا احنا صغيرين وكنا شقاوة فالكابتن جوهري كان بيتعامل معنا بطريقة مختلفة شوية عن اللي كان بيتعامل معا ايه مع الكبار مع الكبار فيمكن كنا بنعمل حاجات هي دلوقتي من افتكارها بناتحك يعني مثلا في موقف كتير اتحكت مش عايز اقول موقف اتحكت قبل كده يعني في موقف ان احنا انا وابراهيم كلنا الاكل بتاع عريسه وعروسه قبل كده في الفندق كنا جعانين جدا وفي موقف ان احنا كن كابتن جوهري ده موقف تاني بقى كنت انا وميدو في قوضة وكابتن جوهري مناعنا من الاكل خالص عشان عايزنا ننزل خمسة كيلو انا كل واحد فينا يعني في فترة المعسكر ده فاحنا قلنا مش هنأكل وهنشرب زبادي فواكه معين طلق ان الزبادي ده فيه كمية سكر غير طبقية فبقينا بندخن بنزيد على الميزان كل يوم واناكلش واناكلش وبنزيد لحد ما دخل فتح التلاجة لقى احنا جايبين كاراتين بقى عشان ما بناكلش وفاكرين نفسنا كده ايه بقى اعمل سيكو ايه فطبعا راح مكسر التلاجة على دماغنا وكات ليلة يعني لا فيه موقف كتير فيه مرة كنا مرة كنا طالعين بعد تدريب كنا بنتمرن صبح وبعد الظهر ثلاث فترات في اليوم فكنا تعبنين جدا ونسينا الكارت بتاع القوضة تحت فروحنا زقين الباب كده يعني بطريقة وحشة اه كسرنا ودخلنا القوضة يعني وحصلت مشكلة وكابتن جواري طلع وكسر علينا التلفزيون كانت قصة ايه لا لا انا كنا بنعمل كوارس كتير طيب بما انك لعب محترف واحترفت كتير شايف ان الافضل لاي لعب تنصحه مثلا انه هو يكمل في الدوري المصري ولا يحترف برا اه لو هنتكلم على منتخب مثلا منتخب المغرب اللي قدر يوصل لسيمي فاينال كاس العالم منتخب السنغال اللي قصر كاس العالم هتلاقي انه مهم جدا 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 ان الناشئ يحترف ويلعب في اوروبا ويحتك بالاقاع الاوروبي للكورة القادمة الارجنتين خدت كاس العالم وهي ما عنداش لعيب واحد في الفرقة بيلعب في الدوري الارجنتيني كلهم بيلعبوا في اوروبا فاذا الليفل العالي جدا في اوروبا فلو انا عايز اواكب كورة القدم الحديثة لان دلوقتي معظم فرق افريقيا يعني انت شايف نفتح الباب لي نشاقين بالاحتراف باي عدد؟ لازم حتى لو كان وهو ده بقى انا كنت عايزة اسألك حتى لو كان الفريق ده مش فريق جماهيري او قوي طبعا نروح نحترف وده صدقيني لما يحصل هيطور الكرة في نصر انت بتنصح ان احنا نخوض التجربة تحت اي زرور طبعا طبعا لان لما هنفتح الباب ونطلع ناشئين ما هو هي بتلف اصلها هي اللي هيطلع الناشئ ده هيبقى لعيب كورة هيبطل هيبقى مدرب فهيرجع يضرب فين عندك فهياخد الاسس بتاعت برا ويدربها عشان كده بقولك انا حابب تجربة ميدو حابب تجربة اي لعيب كورة احترف انه 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 يجي ويدرب في مصر ويكتشف لعيبة صغيرة ويشوف لعيبة ناشئين طب انت مع اوي تجربة الاحتراف طب انت شايف ايه سر ان في بعض اللعيبة احترفوا وفشلوا ورجعوا بسرعة وارد وبيحصل في ايه السر السر هو التأقلم والاحتراف مش سهل الاحتراف صعب الاحتراف قرار مش ان انا هروح واسافر واحترف وابقى كويس انت شايف ان اللي بيفشل مسيرة صلاح ايه مسيرة صلاح ايه اه مسيرة فيها نجاح كبير هو نجاح كبير بس فيه صعوبات رهيبة لو كان استسلم كان رجع هو صراح قال لا انا هفضل هفضل واكمل فهي انت عايزها قدي بتحبها قدي عندك شغف لها قدي ايه هو ده المهم فاللي بيروح ويرجع ده ما عندوش الشغف قوي ما عندوش الصبر والمصابرة وحاسس انه هيحقق حلمه لو اجتهد بيبقى طموحه اقل ايه يعني طبعا هو لو تجربته مع تشيلس الانجليزي كان ممكن انت خليه يقس ويرجع اصلا فانت شايف انه ان التجربة فشلها او نجاحها هو عدم تأقلم يعني حسب شخصيتك انت حسب شخصيتك انت انت اللي بتحدد طبعا لكن ملاش ده هو خالص باحترافه او يعني نقول ايه بامكانياته كراعب لا امكانياته كلاعب ما كانش طلع اصلا